تجيب التفصيل والاستفادة على تخصصك على محطات العمل في حياتك وحياتك الأسرية أكيد بس شو بتتذكر من ملامح الانتفاضة في فلسطين كونك كنت شاب في هذه الفترة؟ إذا أنت بدك تتكلمي إحنا من بدايات من الستة سبعين خمسة سبعين وستة سبعين اللي كانت من بداية المسير النظاري في فلسطين صحيح يعني أنا اللي واكبتها بالستة سبعين وغيره لأنه كنا بالمدارس طبعا الانتفاضة هي نضال الفلسطيني من السبع وستين وقبل السبع وستين من الثمان وغيره يعني كان فعلا ما يمر في شعبنا الفلسطيني دائما من قهر ومن أساليب تتعامل فيها الاحتلال أنه بيّن أنه الإنسان في سجن بالتالي سواء كنت تتلعب من الجسور أو سواء تتحركي أو يصير في أي عملية معينة الحواجز، الاضطهاد، التعامل يعني إحنا مرينا في هذه الظروف وكان في مظاهرات وكان في ردة فعل دائما بقضايا الموجودة وأنا واحد من الناس اللي أنا أصبت كمان رصاصة سابقا نعم وفي رجلي مطاطي بس يعني أنا اللي بحكي إنه مر الفلسطيني عبر مراحل ومحطات كثيرة وإحنا من بداية ما تصحين على الحياة وإحنا فيه احتلال موجود وبالتالي هذه طبيعة ليس أقبلها الإنسان الإنسان بحب يكون في دولة إلو عالم فلسطيني إلو في مؤسسات فلسطينية خاصة فيه لا يمكن أن تذهب على دوائر بالسبعين ولا بالبداية بالتمانينات إطلاق اللي مسؤول عنها يهودي أو اللي بتحكم في مصيرك يهودي مؤلم صحيح وهذا غير طبيعي وغير لائق لأنه إحنا طول حياتنا كنا سابقا من السبعينات وبالتمانينات نحلم أن نرى العلم الفلسطيني نحلم أن نرى الشرطي والجندي والدولة الفلسطينية بكل مؤسساتها من الرئيس وغيره أن يكون إليك مشاركة في انتخابات أن تكوني أنت جزء وصانع تصنعي جزء من المجتمع وجزء من صاحبة القرار وجزء من الرأي اللي إليك يكون يعني مسموع في وحرية الرأي وحرية الديمقراطية في دوليا هذا كان ما كان عندنا كان الكابتل اللي موجوده وبالتالي هاي الضغوطات كانت تتولد أنا ازوجت بعد بالسامة وتمانين في الانتفاضة أولى اللي كنت أو أنا كان عرصي في وقت الانتفاضة الأولى يعني إحنا ما كان فيه مظاهر فرح ولا غير وبالتالي حضرنا كل هاي المقاسي اللي موجودة والاحتلال دايما بمارس أنه بديكسر بديكسر انفوان وإرادة الشعب الفلسطيني